موسيقى فتكلم عن الأصل الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى وأما السنة فهو الأصل الثاني وهو تلو الكتاب عبارة عن كل ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة يقول كل ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة قولا أو فعلا أو تقريرا خير السنة هي الطريقة المسلوكة في الأمر المحمود خاصة في الأمر المحمود مع أن الحق أن السنة عموما هي الطريقة حسنة كانت أم لا والحديث ظاهر في ذلك من سنة سنة حسنة من سنة سنة سيئة لكن إن اطلقت السنة فالمراد بها المحمود منها يقول المصنف رحمه الله تعالى هذا الأصل الثاني ومدرك الأحكام لكنه صراحة مقصر جدا في هذا الباب قال فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الطريقة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لها مراتب ونقل بعضها موجب للعلم ونقل بعضها موجب للعمل وهذا سنبينه في باب الأخبار نعم سيتوسع في الباب لكن هنا أيضا الإشارة إشارة يسيرة جدا قال أما الملة فهي عبارة عن الشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فقالها عبارة عن ما يمله الملك على النبي صلى الله عليه وسلم الحق أن نقول هذه المسألة مسألة السنة هي المدرك الثاني وأنا أخطئ إذا قلت المدرك الثاني هذا خطأ مني بل لابد أن يقول بأن السنة مدرك أول السنة مدرك أول كما أن القرآن مدرك أول لمدارك الأحكام فلابد للعابد لله دل في علاء المنصف يقول ومدرك الأحكام الكتاب والسنة لذلك قلنا شزوز حديث معاذ أحكم فيه بكتاب الله فإلا ما يدف بسنة النبي قلنا فيه شزوز لأنه رتبها ثانية وليس له ذلك لذلك أدوه من بعض الرواة والصحيح الكتاب والسنة صنوان يتلازمان لا ينفكان ونحن لا نتكلم إلا بدليل ولله الحمد والمنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفي أن أحدكم شبعا على أريكته يأتي الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا أنهي أن النبي مدى قال قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله وفي روال أخرى قال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه والسنة حجة كما أن القرآن حجة وهنا سنجمل الكلام عليها فقط نبين المسألة التي أغفلها المصنف حقا للسنة حجة السنة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل قال الله تعالى وما أتاكم رسوله فرضو وما لكم عنه فانته وهذا إلزام وقد أناط الله على الهداية باتباعه وإن تطيعوه تهتدوا وجعل صحة الأعمال وقبول الأعمال منوط بإقامة السنة المتابعة يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وجعل الله جل فعلا علامة الإيمان الانقياد والسنة النبي العدنان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقد قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى فيه ويوتكنا من آيات الله والحكمة وقال الله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما والحكمة كما قال الشفائي أجمع أن مفسرون أن الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأما السنة فكثير وعلامتها كثير في حجية السنة قال فمن رغب عن سنة هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي أدخل الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيى سنتي فقد أحبني ومن أحبني فلا الجنة أو قال معي في الجنة وأجمعت الأمة على حجية السنة وعلى أن السنة مدرك أصيل من مدارك الأحكام والعقل يؤكد ذلك لأن بالأثر لا يمكن للمؤمن أن يكون مؤمنا حتى يستتم إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بالله وحده لا شريك له وأن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم الحق الذي يجب اتباعه فإن قلنا أنه لا يؤمن ولا يستقيم إيمانه إلا بذلك فالعقل يوجب الانقياد له والاستسلام له لأنه لا يمكن أن يكون مؤمنا به وهو لا يصدق في حديثه وهو لا ينقض لأوامره أو ينزجر بنواهي فصارت السنة حجة كما أن القرآن حجة فهي مدرك من مدارك الأحكام أيضا والدلالة أنها مدرك أصيل أنها وحي كما قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه قال ثم إن علينا نحن ولذلك قال وأنزلنا عليك الذكر ولتبين الناس وأنزل إليهم فالبيان من الله وحي وقد قال الله تعالى أيضا وما ينطقه هو لا ينطق إلا كتب سنة وما ينطقه عن الهوى إن هو إلا وحي من وحى ولذلك قال للسلام أوحي إليه أنه أوحي إليه أن تواضعه لا يبغي أحد على أحد ولا يحسد أحد أحد وقال نفت في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تسوفي أجلها ورزقها نعم وقال أشهد يغفى له مع أول دفع من دمه ثم قال إلا إلا الدين آنفا أخبر نبي جبريل عليه السلام فإذا السنة مدرك من مدالك الأحكام هذا الذي أراده المصنف في قواته الأدلة أشبعناه بعض الأدلة لأنه قصر في ذلك صراحة رحمه الله وغفر له سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر